السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاءة أجدت بسعد معكم دايما الحقيقة أن قآمي لما كان في العراق واجتمع بالحجد الشعبي ونقل صوريخ باليستية معسكر سقر وفي نفس الوقت كان فيه أمر غريب جدا قآمي اجتمع مع مفتي السنة الشيخ الصمدعي واجتمع به وكان أمر غريب جدا ولكن بعد اجتماعه به مفتي السنة ذهب مباشرة إلى بيت نوري الملكي والتقى به السؤال هو ليه قآمي اجتمع به مفتي السنة وفي نفس الوقت ذهب مباشرة إلى لقاء نوري الملكي لكن الأغرب من كده كمان أنه قآمي يطلق تصريح أمس بأنه بيهدد العراق بحملة عسكرية برية اجتياح برية يعني ليه كردستان إذا لم يتم الموافقة على الطلبات الإيرانية اللي تم طلبها في زيارة قآمي إلى بغداد هو قآمي يعني ليه بيتصرف التصرف الغريب دوت لكن رجاء أن تفعيل الجرس باللون الأسود وشير ولايك وعمل لك الحلقة وأهلا بيكم في حدث اليوم قآمي طلع بتصريح غريب جدا أمس متأخر وقال إنه هيتم حملة عسكرية كبيرة جدا في نفس الوقت بعد تهديده دوت بالفعل قام الحرس الثوري لأول مرة بالدخول إلى يعني كردستان إيران ودخل بالدبابات مدينة ماهابات أمر غريب جدا لأول مرة تحصل ما حصلت شيئا لكن دخل بالدبابات وحصل صدم كبير جدا وعلى أثر ذلك ابتدأ الأسلوب الدموي واستخدموا الأسلحة الخفيفة والفقيلة والآليات العسكرية الفقيلة واستهدفوا بعض الناس وكان فيه مواجهة دائمية كبيرة جدا ولكن أيضا يعني أهل مهباد اللي هم أهل كردستان إيران الأقراض هناك أن هم آدموا بمواجهة القوات الإيرانية رغم التسليح الخفيف لهم ولكن قتل ثلاث أطفال أو أكتر من كده وأيضا في مثال تاريبا العدد الإجمالي حوالي عشرة من القتلى في البداية المواجهة ولكن يبدو أنه بدأ النظام الملالي ينقل المعركة من الداخل إلى الخارج في بداية اجتياحه لكردستان إيران وثم كردستان العراق يحاق أنه طلب قآني في تصريحه إن للعراق إن لم يتم الوفاء بمطالب إيران فطهران ستنفذ عملية برية في إقليم كردستان الراجل ما انتظرش الرد العراقي لأنه هو عارف إن العراقيين مش هيرده الغريبة في الأمر إنه إيه الطلبات لقآني قآني طلب لما كان في بغداد طلب نزع الأسلحة بجفة أنواعها من الكرد يئما هيتم مهاجمة كردستان وهيكون فيه هجوم بري واكتياح بري كبير جدا ولكن الكلام يعني شيء والفعل شيء تاني لأنه إحنا ما شفناش فيه لإيران منذ الحرب العراقية أي مواجهة مسلحة قامت بيها بل حتى في الحرب العراقية كان الجيش الإيراني والحرس الثوري كان بيستعين بالجيش الكوري الشمالي لوضع الخطط لمحاولة لاستلاء سواء على المدن أو حتى للخطط العسكرية يعني الجيش الإيراني خبرته العسكرية متدنية للغاية مع الكلام الكبير والخطب الرنانة والكلام ده كله لكن عندهم يعني خبرات عسكرية كبيرة لا طبعا هم عندهم خبرات عسكرية في الفتن والتقامر واستخدام الحجد الشعبي والحاجات دي وكلها عشان كده هم متمسكين بالحجد الشعبي ومتمسكين بالأقراض ونقل المعركة من داخل إيران إلى مهاباد الحقيقة أن مهاباد آهم قاموا يعني أيمين بالثورة في الأيام الماضية لكن هو النظام الإيراني رأى أنه البداية تكون من مهاباد وأنه هو يخش فيه الاجتياح هناك والموضوع ده ممكن يزيد الغريبة في الأمر أكتر أنه التزامن يعني النظامين التركي والإيراني يعني اللي اتنين بيقوموا بحرب ضد كردستان العراق بحجة محاربة التنظيمات الأرابية فيه ظل صمته مهين جدا من الحكومات الفشلة اللي في العراق يعني لو جينا احنا اتكلمنا عن قآن يهدد بغداد بالزحف العسكري أو العراق بالزحف العسكري عسكري ليه؟ للكردستان لكن مفيش تصريح واحد من العراق أنه هو يرد على قآن ده دليل أنه اللي بيحكم العراق مش عرقيين اللي بيحكم العراق مش عرقيين لأن التصريح ده مهين ومزل للعراق لكن بالحقيقة أن العراق محتل حتى في المناصب الرسمية والقيادات الرسمية والهائة الحكومية كلها يعني مفيش حد فيهم هتلاقي أنه هو عراق استحال يكون عراق لأن العراق رجال أقوياء ما يعني يعني لا يقبلوا الكلمة لا يقبلوا الكلمة والأهانة لكن في الأخير أنه ده اللي حصل أنه هو أهانة كبيرة جدا للعراق من قآني بالتهديد بالاجتياح والبداية من مهباد كردستان اقتحام المدن بالدبابات من من كردستان مساء أمس متأخر ده يعني بعد فشل السيطرة على الاحتجاجات أو الثورة الموجودة في المدن الإيرانية كلها فاتخذ مهباد هيكون البداية لمحاولة للإلهاء ونقل المعرك تهديد قائن للقادة العراقيين يعني للقادة العراقيين باجتياح عسكري غير مسبوك لشمال العراق إذا لم يتم تحصين الحدود العراقية الإيرانية في كردستان تحصينها ونزع الأسلحة كل شوية طلبات من قائن عايز أقول لكم أنه هروب جماعي للقوات الأمنية الإيرانية من مهباد في المواجهات في الأيام السابقة قبل دخول الحرس الثوري مساء أمس متأخر الألات العسكرية والعباطة العسكرية الإيرانية للحرس الثوري منتشر اليوم الفرقة الثالثة للحرس الثوري منتشرة بعدد آليات عسكرية تتجاوز الثلاثين آليات عسكرية من دبابات ومن مدرعات لكن المواجهات المواجهات اللي كانت ما بينه وما بين الشرطة كانت في داخل مهباد كان الأمن الإيراني كان بيفر ويهرب من أمام الأكراد عايز أقول لكم أنه يعني الغريبة أن ميليشيات العراق الحجد الشعبي في خضم اللي بيحصل ده كله شيء غريب جدا حصل من يعني تسريبات من داخل الحجد الشعبي هناك الميليشيات الحجد الشعبي وميليشيات كمان الأخرى العراقية الموالية لإيران لأنها مستفيدة بوجودها هناك بتعد الساعات وعيونها شاخصة مبصرة على إيران واللي بيحصل فيها دلوقتي الرعب يطال الميليشيات العراقية الإيرانية داخل العراق اللي بيحصل لإيران في الداخل الآن اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل شهر شيء ودلوقتي شيء تاني خالص تصريحات المسؤولين الإيرانيين بكافة أنواعهم وزير خارجية أو قيدات عسكرية كلها أو حتى مستشارين للنظام الملالي كلهم يتكلموا عن رعب كبير جدا للجاي وضرورة الانسحاب من المشهد السياسي ولكن في الأخير يريد النظام الإيراني الفاشي حرب شاملة ضد الشعب الإيراني مستخدما كافة أنواع الأسلحة الخفيفة الثقيلة مدرعات الدروع والإرهاب ارتجاب المجازر في الفترة الأخيرة بداية من مهباد مساء أمس وصباح اليوم في كردستان إيران دي تقارير تنشر لأول مرة عن الحرس السوري أنه بدأ بالمجازر من أمس واليوم فيه بداية من كردستان غير إطلاق النار وكلام دا كله لكن عايز أقول لكم أن السواتر اللي عملوها أهل مهباد خوفا من إطلاق النار الكثيف من القوات الحرس السوري الإيراني في الشوارع الإيرانية كان أمر مرعب جدا هناك في المنطقة هناك في مهباد عايز أقول لكم أنه اللي هو البرزاني قام بدعوة البشمرجة والأهالي بالدفاع عن الإقليم بعد التواغل البر الإيراني في مهباد والزحف نحية كردستان العراق لدخول أراضي العراقية بيريد النظام الملالي أنه هو يسعى والعمل لإبادة جماعية في مهباد وتعطي النظام صورة قمعية ودموية ضد الشعوب المحتلل الحقيقة دي الصورة الأوضح ودي الصورة الصحيحة للنظام الملالي إعطاء الصورة الدموية ودي الوسيلة الأخيرة والكرت الأخير في إيد النظام أو النظام الملالي كله لكن مقاومة أهل مهباد يعني كانت مدهشة أمس أيضا في الوقت نفسه يعني زيادة حدة العنف وزيادة عدد القتلى ده شيء متوقع جدا وإيران بتعطي رسالة للشعب الإيراني وبقية الأقاليم الأخرى ما سيحدث لكم الصورة الموجودة في مهباد هي صورة هتكون مكررة في الأقاليم الأخرى للأحواز والبلوش ومناطق الأخرى لكن إذا قامت بقي الأقاليم والأقليات بخروج مسلح أكثر ده هيكون هيمثل ضغط أكتر على النظام الملالي وما ما تقدش أن قدرته العسكرية أو الأمنية هتكون قادرة على مواجهة الأقاليم والأقليات كلها بالهجوم المتزامن على النظام الملالي يعني ما ينفعش إنه مهباد لوحدها لكن الأحواز لازم تقوم كلها ولازم ببلوش يقوم كلهم ولازم كل الأقاليم كلها تقوم والأذر كله يقوم في نفس واحد تركيا برضو تنوي يعني هي قامت فجر اليوم بعملات عسكرية ضد يعني القوات اللي هي البي كي كي وضد الجيش اللي هو السوري الديمقراطي في نفس الوقت إنه تركيا بتنوي ليس فقط عمليات عسكرية جوية ولكن هيكون أعتقد فيه اجتياح بري وبعض المصادر بتؤكد إنه رغبة تركيا ليس فقط الدخول لعمليات عسكرية سوما التراجع لكن لا هي عايزة تدخل حتى يتم احتلال حلب عين تركيا على حلب ده المقصدة حتى التفجرات اللي حصلت كان ده هدف وزريعة للقيام بعمليات خارج تركيا وخاصة فيه لكردستان اللي هي مناطق الشمالية في في سوريا في الأخير إنه نية إيران البداية كردستان ولكن اللي هي كردستان الإيران وغدا هيكون كردستان العراق لأنه ما فيش حد هيقدر يوقف إيران داخل العراق إلا العراقيين نفسهم لكن لما استفيق الشعر العراقي يعني لما يفوق من نفسه كده يقدر أنه هيواجه فعلا إيران وإيران الضعيف على فكرة إيران أضعف ممكن يعني يتخيل حد لكم أنه الجيش الإيراني أو الحرس الثوري قطع الكهرباء تماما عن مهباد وقطع الكهرباء تماما عن كردستان إيران وأنه الإنترنت كمان تم قطعه ولكن دي دايما وسيلة يعني اللي هي الأنظمة القمعية الدموية أنه تتخذ السلوب حتى لا تتم نشر صور أو فيديوهات من يعني استهداف بالقاليات العسكرية الثقيلة للمنازل ولي الثوار هناك المشهد هناك هيكون فيه مهباد هناك هيكون دموي وهو دموي لسقوط يعني شهداء هناك من أمس مساء وصباح اليوم الأحد ولكن الأمر هيكون فيه صعوبة جدا هناك ولكن ده الوسيلة الوحيدة أنه تقتلع نظام هيكون مواجهة الدموية معه نظام قمعي مفيش اللي غير الدم اللي هيفصلك عنه وبالتالي هو هستردم الأسلوب ده وانت هتحاول أنه تتخلص منه ولكن في الأخير أنه يعني النظام الإيراني القيام بعمليات عسكرية في شمال إيران وأيضا في شمال العراق سواء الأكراد بأنواعهم ده سلوب من قآمي قائد فيلق القدس والحرس الثوري لنقل المعركة للخارج ولكن يعني الغريبة في الأمر أن الشعب الإيراني قاين بواجبه تماما والثورة تسير في ركابها هناك من ينظم هذه الثورة الآن الثورة غير ما كانت قبل ذلك استخدام الأسلحة والمواجهات الدموية الأمر دوت يعني أربك النظام الملالي وأنه أصبح غير قادر على مواجه ممكن أنه يصل إلى الأسلوب الدموي ده واضح جدا ما عندهش مشكلة زي ما قلت بلكده أنه يصل لأسلوب الدموي أنه يصل الأمر إلى أن يكون صورة مكررة من سوريا يعني هتكون صورة مكررة من نظام يعني بشار الأسد يكون أيضا أن الاستقلال هي عم إيران في الانفصالات اللي هناك هتحصل المشهد بيقول كده مش رغبة مني يعني أنا شايف المشهد أنك بيقول كده في الأخير أنه مواجهات الدموية الإيرانية ديت هتكون وسيلة للقمع وكل شيء ولكن الأمر هيزداد صورة يعني الأمر هيزداد صورة هناك ممكن على فكرة تلاقي النظام الملالي يصل الأمر معا لاستخدام البراميل المتفجرة نفس الموضوع بتاع بشار الأسد التاريخ يعيد نفسه يعني هنرجع اللي بس بالزمن عشر سنوات بس وهنشوف نفس المشهد موجود هناك في إيران بنزبط إيران ما صنعته في العراق يعني سطرها بعينها داخل درها يعني انقلب السحر على الساحر عمر ما حد يأمن إيران وتركيا نظامين واحد الاتنين زي بعض الإسلام السياسي والصفوي الاتنين واحد عقلية واحدة لا تتبع إلا إسلوب الدموي والتدمير والترغيب والفتنة والخطل الاتنين واجهين لعملة واحدة الشر فقبها صوره عبر النظام الصفوي وعبر نظام أردوغان ربنا يحفظ دول العربية كلها ونشوف المشهد هيودين على فين في إيران والمواجهات الدموية وهيصل الأمر فين قآن وإسلوب والمتعجرف مع العراق استودعكم الله لزيلاتة دعو دعو